اشتركوا في القناة كل ما عمله فإذا هو حسن جدا هاليوم أريد أسألك السؤال شنو نظرتك أنت لنفسك شنو اللي تشوف نفسك هل أنت بتشوف نفسك بصورة إيجابية أم سلبية تشوف نفسك على أساس آراء الناس عليك اسمحني أقول لك شغلة هاليوم وأبشرك بيها الله ديباوة عليك وبيشوف أشياء إيجابية بيك بيشوف أنك أنت حسن جدا مكتوب أنه شاف كل اللي سوى قبل ما يخلق الإنسان إذ هو حسن لكن وقت اللي خلق الإنسان هو صار قال الله أنه هو حسنا جدا أنت مخلوق على أيادي ماهرة والله ما يخلق أي شيء سيء أنت وأنت غاليين وقيمين في نظره الله مهتم بينا مهتم بالصغيرة وكبيرة بحياتنا بالرغم من الخطيئة والشر اللي موجودة بينا وبالعالم اللي احنا عاشين به لكن نظرة الله عننا لم تتغير لأنه هو يحبنا محبة أبدية ويقدر أن يغيرنا للأحسن حسب تلك الصورة عينها مثل ما مكتوب بالإنجيل صورة يسوع المسيح لا تقيم نفسك على أساس العالم اللي تعيش بين لكن تقيم نفسك على أساس الثمن اللي اندفع من أجلك على الصليف الله بيشوفك غالي وثمين حتى بهذا اليوم خلينا نصلي عنه فعلا هذا الموضوع ينفتح بفكرك وتقدر تصدقه وتعيشه أنه أنت غالي وثمين في نظر الله يا بانا السماوي نشكرك فعلا يا عرب لأن أنت اللي بتقيمنا وأنت اللي خلقتنا ومن خلقتنا يا رب أنت شفت بينا أنه نحن حسنا جدا ساعدنا يا رب أن نركز عيوننا فعلا على رأيك فينا وليس على آراء العالم والأشخاص والأعلام اللي بيعطينا ياه نمطيني يا رب فعلا أن نكون عندنا ثقة ورجاء نشوف أنفسنا بطريقة إيجابية بالطريقة الحلوة اللي أنت تشوفنا بها بهذا اليوم باسم المسيح يسوع صلي آمين آمين الربي باركك وتذكر أنك أنت غالي وثمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى